السلام عليكم جميعان اليوم حبيت اتصور لكم شون انطيهم المعدنوس للغولد فش طبعا هذا المعدنوس ينطي مرة واحدة بالاسبوع للكبار اللي بلغوا سنتين او سنة ونص عم ديقدر يقدرون ياكلوا عم ديقدرون ياكلوا مرة واحدة بالاسبوع بس راح اضطر انه باتشر ثاني يوم اغير نص المي وانظف الفلاتر لان راح يصر مادة الخضراء كلها وفضلاتها كلها بالفلتر بس هو مفيد جدا يحفزهم كمنشط جنسي على التكاثر يعني منشطهم على التكاثر وهو مفيد صحيا هسه راح اشوفكم شون نطيهم اياه هاي الباقة مع المعدنوس كلها نطيهم اياه مرة واحدة وان شاء الله راح نجي باتشر اشوفكم انه ما راح يبقون منها ولا شوية يعني ذول الخمسة الموجودين راح ينصفوها اليوم راح اجي باتشر ما القيه ولا شوية من هذا المعدنوس هو كلش مفيد الهوم هذا الغداء احسن من اي غداء يعني يحتوي مثلا على لحام او فتشي وانما مادة خضراء اكل طبيعي الهوم يحفزهم على التكاثر ويدعم جسمهم بالمواد والفيتامينات الضرورية للسمكة وما بي اي اضرار سلبية بس ابدأ ويعفروا بس ابدأ ويعفروا المعدنوس شوفوا هذا الفلتر ابيض من انه مصر علي المعدنوس اموال الاسفل من الفلتر تحول الى اللوم الاخضر بسبب فضلات المعدنوس وانوانه هس علي الان تبدين الفلاتر او تمضي الفلاتر المعدنوس ماذاكم شباب هذه المعدنوس بعد يومين هذا اللي بقى منها اكله بكلها والحمدالله صحتهم همزينة هذا النوع من الدايت سعاني استخدمه يعني كل اسبوعين مرة انه احطلهم باقي معدنوس بس ورح احفر اغير الفلاتر مع تصفية المياه والمياه لان المياه لونها رح يسر على خباب بتشوفوه مثل ماذا تلاتون البقايا من الطعام بدت تصير على زجاج الحرب فهي لازم يتغير المي والفلاتر طب مبساني بالنسبة لي المحاولة تستحق انه طيوميج طعام لانه اللي فائدة هذه الاسماك على موت فائدتهم هذا كل اللي حبيت صورتكم طبواه ناريد السرق ظه وضح ترجمة ترجمة نانسي قنقر طبيعية